الحرب على غزة تدخل أسبوعها الثاني ينام ويستفيق القطاع على غارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة منشورات ألقاها الجيش الإسرائيلي تطالب أهالي شمالية القطاع التوجه إلى جنوبي ودي غزة دعوات تنذر بتضاعف احتمالات سيناريو الاشتياح البري أخطر السيناريو إذن قد تقدم عليه إسرائيل ضد غزة فالمؤشرات واضحة خبراء يتوقعون أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على تقسيم القطاع إلى عدة محاور وعزله وهي محاور بيت حانون، بيت لاهية، جباليا في المحور الشمالي ومحور مدينة غزة ومحور دير البلح ومخيم الصيرات ومحور خان يونس ومحور رفح على الحدود المصرية العملية البرياقة تتم على عدة مراحل وفق خبراء وهي مرحلة التطهير والتمهيد التي يشهدها القطاع فعليا من قصف متصاعد ومكثف في غزة المرحلة الثانية هي مرحلة فتح المسارات تقودها قوات إسرائيلية خاصة مدعومة بعناصر الاستطلاع على محاور قريبة من القطاع مرحلة تمهد لما بعدها إن نجحت في أهدافها لتدخل القوة الرئيسية مدعومة بالدبابات وهي المرحلة الثالثة ثم تفرض منطقة عازلة بعمق كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات بطول القطاع خيار المعركة البرية في قطاع غزة ليس سهلا وفق خبراء فالفتورة العسكرية الإسرائيلية ستكون باهضة لكنها ستكون أكثر دموية على أهالي غزة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر